كما أشار وزير التجارة الماليزي في تصريحه لقناة الإخبارية أن بلاده تسعى إلى جذب الاستثمارات السعودية منوها بالعديد من الاستثمارات في البنوك الإسلامية في الواقع يوجد استثمارات سعودية في البنوك الماليزية الإسلامية ونأمل أن نجذب استثمارات أخرى سعودية خاصة في المنتجات البترولية ولدينا الكثير والعديد من الفرص لزيادة حجم التبادل التجاري في هذا المجال ونسعى لجلب الاستثمارات السعودية في مختلف المجالات في ماليزيا وخاصة في المنتجات والأطعمة الغذائية الحلال وأيضا في مجال الصناعة ومجال الزراعة وتملك العقارات وتبادل الخبرات في مجال البترول وبالنسبة للتسهيلات يوجد هناك الكثير من الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في تنمية الاستثمارات وأيضا سنناقش العديد من القضايا والإجراءات مع المستثمرين السعوديين التي سوف توفر التسهيلات القانونية اللازمة وإزالة جميع المعوقات الموجودة نحن لا نعول على دور الحكومتين في التبادل التجاري فقط بل أيضا على التشابه والقاسم الديني الثقافي المشترك ونحن في الأخير إخوة في الدين نحن كماليزيين نتطلع لتفعيل وتنشيط الكثير من الاستثمارات في السعودية وأيضا جلب الاستثمارات السعودية إلى داخل ماليزيا ونحرص على إعطاء كل التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين من كل البلدين وهناك مركز ميداع الذي يعمل على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى ماليزيا وسوف نعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لإخواننا وأخواتنا المستثمرين ورجال الأعمال من السعودية المترجم للقناة